عزائي الطلبة وطلبات الصف الأول السنوي أهلا بيكم نهاردة إن شاء الله معادنا مع بداية الترمي التاني بس قبل ما نبدأ مهم جدا تعرف شوية حاجات طبعا كلنا مرنا بتجربة الامتحان الأولاني والانطباعات عندها مختلفة أو الانطباعات بتاعت الامتحان عند الجميع مختلفة بس أنا أقول لك شوية نصايح ونصايح بتاعتي موجهة للطالب وليه الأمر الاتنين مع بعض لو سمحت خد بالك انت حرك بتنتقل من مرحلة كنت في خلال المرحلة الابتدائية والإعدادية في نمط أسئلة ونمط امتحانات معين حرك بتتحرك من منطقة لمنطقة تانية خالص فلو سمحت كل اللي استفاد من الترمي الأولاني أو كل اللي استفادة من الترمي الأولاني مجموعة حاجات مهمة جدا لإنت تتعود على النظام رقم واحد لإنت إن شاء الله بإذن الله تقدر تتأقلم معاه رقم اتنين وتقدر تحدد أنت موجود فين بالزبط بالنسبة للنظام يعني إيه يعني أنا مهم جدا عندنا أولاد لو أنا هشتغل في النظام الجديد بنفس ما كنت بشتغل في المرحلة القبل كده هيبالنتيجة مش مرضية على الإطلاق فلو سمحت بعد إذنك أنت تعلمت خلال الترمي الأولاني ومرت بتجربة الامتحان بتاع الترمي الأولاني لأنه زي ما قلت الحارضة هو النتائج بتاعته هي مرضية أنا بالنسبة لي لما بناقش النتائج أنا شايفها نتائج مرضية طبعا ممكن بعض الناس يقول يا مستر ده أنا الدرجة بتاعتي مش دي لأنا كنت بجيبها في المرحلة الإعدادية أقول لك آه تمام لأن أنت في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الاتدائية كنت بتنتحن وفقا لنسق ومضمون معين أو لطريقة امتحانات معينة الطريقة اتغيرت طيب لما الطريقة تتغير عندنا أولاد لازم كمان أنا أتغير عشان أواكب الطريقة أو أواكب الإسلوب ألا وانا معتمد لأنا هلاقي جملة درستها هنقلها بصورة مباشرة لامتحان دي هتبع عندي أزمة كبيرة جدا كل الرجاء إن حراك يكون خط المرحلة بتاعت الترمي الأولاني دي بجدية عشان تقدر تستفيد منها بإذن الله إن شاء الله وبرضو نصيحة لأولياء الأمور وأنا منهم طبعا مش مهم الدرجة اللي إبن حراك جابها بمعنى يعني كبر أو صغر الدرجة عندنا أولاد مش هتعبر قوي عن مدى نجاح أو مدى عدم نجاح لقدر الله ولكن الاستفادة من التجربة هو النجاح الحقيقي يعني اللي خاد الموضوع بجدية واللي اشتغل وفقا للنظام واللي حاول بإذن الله إن شاء الله يستفيد قدر الإمكان ويتعود على النظام ويقدر يتأقلم معاه هو ده الاستفاد مش اللي جاب درجة كبيرة أو اللي جاب درجة صغيرة لا اللي خاد الموضوع بجدية كبيرة إن شاء الله على بركة الله كده خلينا نبدأ مع بعض الترمي التاني ولو سمحت خد بالك بعد إذنك أنت مش مطالب تعرف كل جملة موجودة وأنا مش هبقى مطالب أقول لك الكلام بنفس الترتيب اللي موجودة عندك فضل من عند ربنا اللي امتبعنا في الترمي الأولاني هو عارف كويس الكلام ده يمكن فيه لغبطة عند كتير من الناس أو عند بعض الناس لو سمحت أتمنى أو كل الرجال من ربنا رسول الله تعالى أن كل اللغبطة دي مش موجودة على بركة الله نبدأ الترمي التاني بإذن الله إن شاء الله مبدئياً هنتكلم على حاجة اسمها الكيميا الحيارية طيب كيميا حيارية قبل ما نقش يعنيه كيميا حيارية عندنا أولاد في شوية مفاهيم لازم أكون أعرفها على سبيل المثال لو أنا مثلاً عايز أتكلم على طاقة الطاقة دي عندنا أولاد مبدئياً لازم يكون عندي حاجة اسمها وحدات قياس الطاقة طيب الوحدات بتاعت قياس الطاقة اللي أنا لازم أكون أعرفها ولو سمحت أنا بأكد المرة الأخيرة مش بالضرورة نكون مشين بنفس ترتيب كلام الكتاب ولكن في بعض المعلومات الأساسية اللي لازم تبع عرفها ومن خلالها نقدر نتحرك فيها إن شاء الله مبدئياً أنا في عندي وحدات قياس الطاقة كتير جداً في عندي حاجة اسمها كالري وفي عندي حاجة تانية اسمها جول طبعاً في وحدات كتير أكتر من الكلري والجول ولكن أنا هبدأ عندنا بالوحدات اللي أنا هستخدمها في الجزء الأولاني اللي هي الكلري والجول طب يعني إيه كالري؟ بلستر حدوطك كلمة كالري لو أنا جبت واحد جرام من المية لو أنا عندي واحد جرام من المية وكانت درجة حرارة المية عندنا أولاد بنسميها درجة حرارة المية الابتدائية خمستاشر درجة مقاوية وابتديت أدي للواحد جرام من المية ده كمية طاقة حرارية سخنت أو قدتها مصدر من مصادر الطاقة اللي هيحصل إنه أكيد درجة حرارة المية هترتفع طيب هي مازالة واحد جرام طب معلش يا مستر يعني إيه مازالة واحد جرام؟ أقول لك يعني أنا ما عملتش تبخير للمية لو أنا عملت تبخير للمية الواحد جرام من المية ده أنا عندنا أولاد هيسيب الجزء أو المحتوى أو النظام اللي أنا بعمل فيه التجربة بتاعتي وكمية المية عندنا هتتغير من واحد جرام لرقم تاني لا ده أنا عايز كمية المية اللي موجودة عندنا أو كتلة المية اللي موجودة تبضل زي ما هي واحد جرام طيب حدي لواحد جرام من المية لدرجة حرارتها خمستاشر درجة مقاوية هتديها كمية طاقة حرارية إيه اللي هيحصل؟ كمية الطاقة الحرارية دي عندنا أولاد هتزود طاقة حركة جزائات المية يعني إيه؟ يعني جزائات أي مادة في الدنيا هي في حالة حركة طيب تمام؟ الحركة دي بتعمل تصادمات طيب كويس التصادمات دي عندنا أولاد بتتحول إلى طاقة حرية أو بتتحول عندنا أو بيظهر التصادمات دي أصارها في تغير في درجة الحرارة يعني إيه؟ يعني أنا لما هدي طاقة لواحد جرام من المية أنا بزود طاقة الحركة ما بين جزائات المية فبيحصل تصادمات ما بين جزائات المية بعضها وبعض فتتحول عندنا درجة حرارة المية من خمستاشر لدرجة أعلى طيب أنا هزود درجة حرارة المية لغاية ستاشر درجة مقاوية كمية الطاقة اللي بترفع درجة حرارة واحد جرام من المية من خمستاشر لستاشر يعني رفعت درجة حرارة جرام واحد جرام من المية واحد درجة مقاوية دي بنسميها السعر أو الكالوري طيب تمام؟ طيب معلش بقى مستر لو أنا حابب أعرف التعريف أقول لك هو التعريف في حد ذاته مش هيبقى زو قيمة بالنسبة لي قدمة اللي هو كل القيمة إن شاء الله إن تبقى فاهم اللي أنا بقوله ده معنى الصعر أو الكلري ده هو كمية الطاقة اللازمة اللي رفع درجة حرارة واحد جرام من المية واحد درجة مقاوية طيب تمام؟ كمية الطاقة دي عندنا مستر هي اللي رفعت درجة حرارة جرام من المية واحد درجة مقاوية طيب رفعتها إزاي؟ وده المهمة بقى بالنسبة لي تقولي مستر الطاقة ابتدت تزود الطاقة اللي أنا بديها الواحد جرام من المية ابتدت تزود طاقة حرارة جزئات المية فحصل ما بينها تصادمات فلما زاد فرص التصادم أو معدل التصادم ظهرت في ارتفاع درجة حرارة المية طيب أنا كده عرفت يعني إيه؟ سعر والسعر ده وحدة مهمة من وحدات قياس الطاقة طب بالنسبة للجول الجول هو نفس تعريف الصعر تقولي طب يا مستر حضرتك نفس تعريف الصعر إزاي؟ قولك ما بدينا عشان تعرف في علاقة تربط ما بين الصعر والجول كل واحد صعر هي عبارة عن 4.18 جول 4.18 جول طب كويس قوي طب قبل بس ما نقول التعريف اللي أنت بتحب دايما تسمعه لكن أنا زي ما بقولها هراك أنا أن يهمني أفهم التعريف إنه هنا أنت طبعا مريت بمرحلة الامتحان الأولاني والحفظ أعتقد ما كانش هيبه مفيد بالنسبة لك بدرجة كبيرة قد ما كنا مركزين بدرجة كبيرة جدا مع بعض إن شاء الله في الترمي الأولاني على نفهم أصل المعلومة ما دقييا العلاقة ما بين الصعر والجول كل واحد صعر هي عبارة عن 4.18 جول طب ده يعني إيه؟ تقولي مستر حرارك ده معناه إن الصعر أكبر بكتير جدا من الجول طب ممكن حضرتك تجيب لي هو الجول بالنسبة للصعر عبارة عن إيه؟ قولك ممكن كل واحد جول هي عبارة عن 1 أو 1 على 4.18 من 100 صعر طب يا مستر حرارك أنت قلت لنا إن تعريف الجول هو تعريف الصعر أقولك الصعر بيرفع درجة حرارة 1 جرام من المية درجة واحدة مئوية إنما الجول هو كمية الطاقة اللي بترفع درجة حرارة واحد جرام من المية 1 على 4.18 من 100 درجة واحدة مئوية يعني درجة واحدة مئوية كاملة وكل واحد جول بيرفع درجة حرارة واحد جرام من المية 1 على 4.18 منة شؤال وانا ليه اخترت المية يعني في معلومة اعتقد انت عارفها قبل كده مقاومة المية للتغير في درجة حارتها عالي جدا يعني ايه يعني لو انا مثلا مثلا جبت سائلين مية وزيت وابتديت اخذ نفس الكميات من المية ومن الزيت وابتديت اعرضهم لنفس كمية الحرارة او نفس كمية الطاقة الحارية هلاحظ ان المية عندنا معدل مقاومتها لتغير الحرارة عالي شوية يعني مش سهل ترفع درجة حارات المية وده من فضل ربنا سواء تعالى احنا تقريبا 75% من مكونات اجسامنا مية وعشان كده اولاد ربنا سواء تعالى لما قرر او صمم جسم البشري ان معظمه مية ده معنى ان دايما اجسامنا هتقاوم التغيرات في درجة الحرارة مش اي ارتفاع في درجة الحرارة يخلي جسمك درجة حرارته ترتفع ولا اي انخفاض يخلي جسمك يتجمد كل ده بفضل ربنا سواء تعالى بسبب ان المية دي عندنا مستر بتقام التغير في ايه درجة حاراتها طيب جب انا بقولك اختيارنا للمية ان التحكم في رفع درجة حاراتها هيبقى اسهل او افضل لان هي عندها مقاومة كبيرة للتغير في درجة الحرارة وانعرف ده سبب ايه طب برضو مستر في حتة كمان وانت الهل لازم وانا بعرف الصعر تبقى من خمستاشر لستاشر قالك مش بالضرورة ولكن في عندنا حاجة اسمها STB Standard Temperature Pressure اللي هي معدل الضغط والحرارة ايه دي يا مستر قالك دي اسمها شروط قياسية دايما كده لما كنت بتدرس في الفيزياء في الترم الاولاني كان عندك حاجة اسمها المتر العيالي او مش عارف الكيلو جرام ولا الجرام العيالي ايه دا يا مستر احنا بنحط معايير محددة وانا بحط او انا بعمل التجربة لو انا بعمل التجربة دي في مصر وانا بعملها في اي مكان في العالم لازم اشتعل عندنا على المعايير المعايير بتاعتنا بتضمن لنا بدرجة كبيرة ان ما يكونش فيه فروق في النتائج فهنا المعايير بتاعنا عندنا ولاد كلنا في اي حتة من العالم اتفقنا ان الصعر او الكالي هو الطاقة اللي بترفع درجة حرارة جرام من المي من 15 ل16 طيب معلش مستر وانا ممكن اغير الحرارة دي اقول لك ممكن بس اهم حاجة ان ما توصلش عندنا لدرجة الغليان ولكن الافضل وانا بعرف السعر العياري وانا بعرف الشروط العيارية او القياسية بتكلم عندنا من 15 ل16 طيب انا كده عرفت يعني ايه سعر وعرفت يعني ايه جول دي وحدات قياس الطاقة وعرفت العلاقات او العلاقة ما بين الصعر والجول طيب في عندي حاجة اسمها كيلو صعر وفي عندي حاجة اسمها كيلو جول طيب يا مستر هو يعني ايه كيلو اقول لك كيلو دي عندنا اولاد يعني الف او عشرة قصة ثلاثة كل كيلو صعر هي الف صعر طيب وكل كيلو جول هي الف جول طب هي دي مهمة اه طبعا مهمة جدا انا عندي اربع علاقات ان الواحد صعر هي عبارة عن 4-18 مية جول والواحد جول هي واحد على 4-18 مية صعر وان الكيلو صعر هي الف صعر والكيلو جول هي الف جول طب معنش يا مستر حضرتك بعد ما عرفنا ده هنتسئل ازاي اقول لحراك بقى ممكن نتسئل بالطريقة اللي انا اقول لك حالا دلوقتي ايه الطريقة اقول لك مبدئيا خلاص قصة اللي انا اقول لك عرف السعر عرف الجول و الاخره دي قصة منتهية وحراك اكيد عرفت احنا كنا دايما بنتكلم مع بعض خلال الترم الاولاني مهم جدا تفهم مهم جدا تعرف اصل المعلومة عشان ما تعنيش وانت موجود جوه الامتحان المعاناة غالبا للطالب اللي جوه الامتحان اللي هو كان معتمد بدرجة كبيرة جدا نوعيز يخش يلاقي الجمل اللي هو درسها او اللي موجود عندك في الكتاب هي اللي هيلاف الامتحان لا حضرتك احنا بنعمل تغيير او فعلا لازم انت تواكب التغيير طب سؤالنا هنا عندنا مستر هيجيلنا ازاي اقول لك مبدئيا لو لو انا عندي واحد جرام من المية والواحد جرام من المية دي عندنا اولاد اديته خمسة سعر وكانت درجة حرارة المية كانت خمستاشر درجة مقاوية طب يطرى بعد ما اديله خمسة سعر هل هل درجة حرارة بتاعته بتاعت الواحد جرام من المية هل هتفضل خمستاشر طب هل هتبقى ستاشر طب هل هتبقى تمنتاشر طب هل هتبقى رقم انا مش كاتبه طول يعني يا مستر اقول لك يعني لوقتي عندنا مستر انا بقول لك درجة الحرارة بتاعت المية هي خمستاشر سعر خمستاشر درجة مقاوية سوري وديت للواحد جرام من المية دي اديتها خمسة سعر يطرى درجة حرارة واحد جرام من المية هتبقى كام طول مبدئين يا مستر انت مديها خمسة سعر طب اذا كان السعر بيرفع درجة حرارة واحد جرام من المية درجة مقاوية فانت مديها خمسة سعر فهترفع درجة حرارة واحد جرام من المية خمس درجات مقاوية فهتوصل عندنا لدرجة حرارة عشرين طب تمام ما هو يا مستر الدنيا سهلة هي اقول لك اه الدنيا سهلة اذا انت عرفت هتفكر ازاي طيب ممكن اجيب لك ايه كمان ممكن أجيب لك عندنا مستر سؤال وقول له حدائك مثلا لو أنا عندي ميت سعر يا ترى الميت سعر ده هيكافئ كام جول طيب إحنا زي ما تعلمنا كده أولاد مع بعض في الترم الأول أنا ما بحبش العلاقات الكثير بمعنى في الحركة مستر أنا عندي علاقة أساسية العلاقة الأساسية أقول لك بمنتهى البساطة العلاقة الأساسية إن كل واحد صعر هي عبارة عن 84 من 100 جول إيه السؤال؟ السؤال بيقول له حراكة أنا عايز قيمة الجول لو الصعر كان 100 طيب تمام إذا أنا عندي العلاقة الأساسية بتقول إن كل واحد صعر هي عبارة عن 84 من 100 جول طيب يبقى الميت صعر هتكافئ كم جول واللي بمنتهى البساطة يا مستر هنعمل طرفين فوسطين يبقى دي 100 فاربعة وطمنتاشر من 100 على واحد وتطلع عندنا يا مستر زي ما تطلع بالجول زي ما انت تعلمت كده في الترم الأولاني أعتقد في الباب التاني اللي هو الحساب الكيميائي طيب ما لش مستر برضو دي علاقة مباشرة أنا كنت ممكن أجيبها من العلاقة المباشرة اللي هي الصعر بتساوي أربعة وطمنتاشر مئة جول قال لك انت حر لكن أنا بدي لك طريقة هي أنسب للكل طيب أنسب للكل يعني إيه قال لك نقول كمان مرة لو أنا أديتك مثلا كده عندنا أولاد أدي أو بوينت فايف كيلو جول تكافئ كام صعر ودي لك طبعا اختيارات إذا ما انت تعلمت كده أن الامتحان الأولاني كان عشرين سؤال كانوا كلهم اختيارات وغالبا الترمي التاني غالبا هيبقى معظم الأسئلة إذا لم تكن كلها اختيارات طيب هفكر إزاي أقول لك هكتب العلاقة الأساسية بتاعتي إيه العلاقة الأساسية بتاعتي تقول لك هراك مستر العلاقة الأساسية بتقول إن كل واحد صعر هي عبارة عن أربعة وطمنتاشر من مية جول إيه المطلوب أنا عايزة أعرف الصعرات أو القيمة الطاقة بالصعر لو أنا كان عندي أو بوينت فايف كيلو جول تقول لك طب تمام أنا أحط هنا عندنا مستر أدي أو بوينت فايف أه بس أنت تعلمت في الترمي الأولاني ما ينفعشي نحط وحدات مختلفة بمعنى دي جول يبقى لتحتها لازم تبقى بالجول طب أنت مدهاني عندنا مستر بالكيلو جول أقول لك طب ما تحولها يعني أنا أحولها أنا أحاول عندنا من كيلو جول عشان أخليها جول إزاي أدي أو بوينت فايف فعشر أس ثلاثة عشان تطلع عندنا قيمتها بالجول طب كمان مرة أنت ليه عملت كده أقول لك إحنا اتفقنا لازم الوحدات إلى تحت بعض في الطرف الشمال أو الطرف اليمين لو أنا أسمت كده عندنا أولاد لازم الوحدة دي بالجول يبقى لتحتها بالجول الوحدة دي بالصعر يبقى لتحتها بالصعر طب أنا مدي لك عندنا بالكيلو جول وأنا عندي العلاقة الأساسية ما بين الصعر والجول فلو سمحت هتحول الأول من كيلو إلى جول وتعمل برضو طرفين في وسطين أهو A.D.O.5 في ألف أو في عشرة أو ثلاثة في واحد على أربعة وطمنتاشر من مية وتطلع القيمة زي ما تطلع بوحدة السعر زي ما هو كان طالب طب معلش يا مستر وأنا يعني ما ينفعش أستردم العلاقات السابتة أقول لك طبعا ينفع ولكن الطريقة دي هي الطريقة الأنسب طب ممكن نجرب كمان مثال كده يا أولاد لو قلت الحراكة أنا عندي إيه سبعة كيلو سعر هي تكافئ كام جول طب فكر كده معي كمستر حنشتغل إزاي أقول لك هكتب العلاقة الأساسية هي عندي علاقة أساسية واحدة طيب إيه العلاقة الأساسية أقول لك كل واحد سعر هي عبارة عن أربعة وطمنتاشر من مية جول طب إيه المطلوب أقول لك أنا عايز قيمة الطاقة بالجول طب إيه اللي أنت مدهوني أقول لك أنا مدي لك عندنا قيمة الطاقة اللي أنا مديها لك سبعة كيلو سعر طب تمامي أنا أحط السبعة دي هنا أه بس خد بالك دي بإيه يا مستر دي بالكيلو طب أنا عايزها بإيه أنا عايزها بالسعر بس لأن دي سعر يبقى لازم يكون اللي تحتاجها سعر طب أشيل كلمة كيلو دي إزاي تقول لك ببساطة شديدة جدا هترفي ألف وبعدين أقول لك المرحلة الأخيرة بقى اتأكد دي سعر يبقى لتحتاجها سعر تمام دي عندنا جول يبقى القيمة اللي هتطلع عندنا هتطلع بالجول نجيبها عندنا أولاد طرفين فوسطين دي نقطة مهمة ودي أسئلة النسق أو النمط بتاع الأسئلة اللي هيجي الحراكة عندنا في الجزئية دي هيبقى لقاتي طب يبقى خليك معاي كده لو سمحت حراكة عرفت إيه دي نستر مبدئين أنا عرفت إن في عندنا وحدات لقياس الطاقة في عندي الصعر وفي عندي الجول طب إيه الفرقة بالتنين أقول لك الفرقة بالتنين إن الصعر أكبر بكتير جدا من الجول إيه الدليل أقول لك الصعر تاني العلاقة الأساسية بتقول إن الواحد صعر هي عبارة عن 4.8 جول وأنا بعرف الصعر قلت لك يا كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من المية درجة كملة مقوية طب بالنسبة للجول لا ده بيرفع درجة حرارة 1 جرام من المية مش درجة لا 1 على 4.8 مية درجة مقوية طب يا مستر أنا كده عرفت وحدات قياس الطاقة طيب لو سيادتك عندك شوية سائل مية أو كحول أو زيود أو أي حاجة لو أنا بقول له حراكة عندنا أولاد إن درجة الحرارة بتاعة السائل ده 20 درجة مقوية وابتدت أدي للسائل ده طاقة حرارية فدرجة حرارة السائل ده عندنا أولادة تغيرت من 20 ل 25 إيه اللي حصل قلت لي يعني إيه اللي حصل قلت لي كانت دي الطاقة الطاقة دي عملت إيه قلت لي الطاقة دي زودت فرص التصادم ما بين جزيئات السائل اللي كانت درجة حرارة 20 طب زودت طاقة حركة الجزيئات بتاعة السائل ده فحصل زيادة في طاقة الحركة أدي جزيئات السائل أصلا في حالة حركة لما بديها طاقة بتزود طاقة الحركة ما بين جزيئات السائل اللي موجودة فبتزيد فرص التصادم لما بتزيد فرص التصادم درجة الحرارة عندنا بتزيد ولو قللت فرص التصادم درجة الحرارة عندنا مالها يا ولاد بتقل طب برضو يعني يا مستر أقول لك يعني درجة الحرارة دي هي عبارة عن متوسط طاقة حركة الجزيئات يعني إيه يا لو أنت عندك سائل وكان السائل ده درجة حرارته 20 درجة مقوية فهو عنده متوسط طاقة حركة معين طب لو نفس السائل كانت درجة حرارته 25 درجة مقوية ده معناه إن متوسط طاقة حركة جزيئاته كانت أعلى شوي كمان مرة يبقى فيه تناسب طاردي ما بين ما بين درجة الحرارة ومتوسط طاقة الحركة كمان مرة كل ما زادت فرص التصادم أو كل ما زادت طاقة الحركة حتزيد فرص التصادم حتزيد درجة الحرارة والعكس تاني يبقى أنا كده عندي يا ولاد عرفت مين المسؤول عن تغيير درجة الحرارة ويعني إيه أصلا درجة حرارة طب يا مستر أنا اللقتي عندنا عرفت يعني إيه درجة حرارة قلت لك يا متوسط طاقة حركة الجزيئات طب لو سيادتك عندك سائل وكان درجة حرارته مرتفعة وسائل تاني وكانت درجة حرارته منخفضة ده معناه إن متوسط طاقة حركة السائل طاقة حركة جزيئات السائل لدرجة حرارته أعلى هو هيبقى متوسط طاقة الحركة بتاعته أعلى طب يبقى معنى كده أن فيه علاقة مبين متوسط طاقة الحركة ودرجة الحراهية علاقة يا ولاد علاقة طردية طب لو أنا طلبت من سيادتك ترسم العلاقة أو هدي لك عندنا بعض الرسومات البيانية ولكن أنا عايز أكتشف من العلاقة البيانية المعبرة عن العلاقة ما بين متواصل طاقة الحركة ودرجة الحرارة تقولي بمنتهى البساطة زي ما خدنا برضو في الترم الأولاني قلتلك إن العلاقة لو علاقة طردية يعني زيادة متواصل طاقة الحركة تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة حرسم العلاقة البيانية بالشكل ده طب لو كانت العلاقة علاقة عكسية هتترسم عندنا أولاد بالشكل ده آيب دي معناها علاقة طردي أو تناسب طردي وهنا الشكل ده يعني تناسب إيه أولاد عكسي طب جميل جدا التناسبات عندنا إما تناسبات طردية أو تناسبات عكسية طبعا في بعض العلاقات بيبقى فيها شوية تسوابت لكن أنا عندي معظم العلاقات البيانية لأنا بدرسها معظمها هي إما علاقة طردية أو علاقة يا أولاد عكسية طب أنا كنت بقول لي سيادتك أنا عايز العلاقة البانية اللي بتمثل متوسط طاقة الحركة ودرجة الحرارة تقول لي مستر ما هده علاقة طردية يبقى أنا كنت أختار الرسمة المناسبة دي يبقى هنا عندنا أولاد لو هنا متوسط طاقة الحركة وهنا درجة الحرارة أو هنا درجة الحرارة وهنا متوسط طاقة الحركة فالعلاقة بينهم علاقة مين يا شباب علاقة طردية طب يا مستر حضرتك عمال تشرح في طاقة الحركة ودرجة الحرارة ووحدات قياس الطاقة سواء السعر أو الجول والعلاقات ما بينهم وأصلا كتابنا مش بادئ باللي انت بتقوله ده قولك أنا محتاج الأول أعرف يعني وحدات قياس الطاقة نبدأ بقى بترتيب الكتاب بتاع حضرتك إيه ترتيب كتاب حضرتك؟ ترتيب كتاب حراكة عندنا أولاد بنائش الكيميا الحارية طبعا أنا ما ينفعش أدرس كيميا حارية من غير ما أكون عارف إيه هي الحرارة أو إيه هي وحدات قياس الطاقة أو إلى آخره اللي إحنا بدأنا بيه دلوقتي طيب يعني إيه كيميا حارية؟ طيب يعني هنعمل تفاعل كيميائي أو تغير كيميائي يصاحب التفاعل ده تغيرات في درجة الحرارة آه يعني ممكن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة؟ طب قولي بقى هو لما يحصل ارتفاع في درجة الحرارة ده معناه أن متوسط طاقة الحركة يحصلها إيه؟ كويس ده معناه أن متوسط طاقة الحركة هتزيد طب ده معناه أن فرص التصادمات ما بين الجزئات هيحصلوا إيه؟ تقولي فرص التصادمات هيزيد آه يبنا لما برفع درجة الحرارة أو لما بدي طاقة لجزئات سائل أو جزئات مادة معينة هتزيد فرص التصادمات فهتزيد أو هتزيد طاقة الحركة فهتزيد فرص التصادمات ما بين الجزئات فيزيد عندنا درجة الحرارة كويس طب يا مستر بقى حدوتك هنعمل التفاعل ده في ايه قولك انا هعمل التفاعل ده داخل نظام طب ايه النظام ده بصوا معايا كده ولاد قولك انت خدت في الباب الاولاني في الترم الاولاني خدت اجهزة القياس مثلا لو انا عندي انبوبة اختبار او عندي مخبار مدرج خلينا نقول انبوبة اختبار او مخبار مدرج او او الاخر لو انا حاطت في انبوبة الاختبار دي حاطت فيها سائل المية اللي كانت درجة حرارته مثلا 25 درجة مئوية واللي كان حجم المية داخل انبوبة الاختبار دي عندنا اولاد كانت 20 ميلي طيب هل لو سبت 25 ميلي من المية اللي درجة حرارتهم 25 درجة مئوية سبتهم داخل انبوبة الاختبار لمدة ساعة لمدة نص ساعة لأي فترة زمنية كبيرة او قليلة هل تتوقع ان درجة حرارة المية هتبضل زي ما هي 25؟ ان حجم المية داخل انبوبة الاختبار هتبضل زي ما هي 20؟ تقول انستر حرارتك وارد ان المية دي تقل عن 20 او تزيد عن 20؟ تقول انستر ما وارد ان فيه شوية مية يحصل لهم تبخير فكمية المية اللي هي او حجم المية اللي موجود هنا هيتغير سواء هيقل لو فيه شوية مية تبخره او لو فيه شوية بخار مية دخلوا من الوسط المحيط اللي هو اي حاجة حوالين انبوبة الاختبار دي بنسميها وسط محيط ممكن شوية بخار مية من الوسط المحيط يخشوا داخل انبوبة الاختبار فهنا حجم المية عندنا هيتغير عندنا من 20 هيزيد يعني معنى كده عندنا اولاد ان كمية المادة اللي موجودة داخل النظام ده ممكن تتغير يعني ممكن تتغير ممكن تتغير عندنا اولاد ممكن تقل نتيجة التبخير او تزيد نتيجة دخول اي بخار مية او اي بخار سائل او اي سائل يخش داخل انبوبة الاختبار دي يعني معنى كده ان كمية المية دي قابلة للتغيير طب تمام طب هل درجة حرارات المية تبضى لـ 25؟ طب مستر حراراتك وأنت سيادتك لو عندك كباية شاي ولا حاجة وسبتها جنبك لفترة شوية كده وانت قاعد بتفكر في حل مسألة أو بتتابع حاجة مهمة بالنسبة لك ونسيت تستخدمها طب مستر حراراتك درجة حرارات السائل اللي جوه كباية الشاي دي أو الشاي اللي جوه الكباية بتاعتنا هيتغير الله طب ما هو نفس الكلام درجة حرارات المية دي عندنا أولاد ممكن تزيد أو تقل عن 25 في الحالة دي هسمي النظام ده نظام مفتوح طب يعني نظام مفتوح؟ قولك نظام مفتوح يعني يسمح بالتبادل الحراري يعني تبادل حراري؟ يعني ارتفاع أو انخفاض في درجة حرارة السائل اللي داخل النظام هيسمح بالتبادل الحراري ما بين النظام والوسط طب هل تبادل حراري بس اللي بيحصل؟ قولك لأ ويحصل تبادل للمادة يعني ممكن المادة اللي داخل النظام دي عندنا ممكن تزيد أو ممكن تقل يعني معنى كده عندنا مستر ده بنسميه نظام ايه؟ نظام مفتوح طيب لو انا جت انبوبة الاختبار دي وحطت عليها غطى ايه اللي هيحصل؟ تقول لي خد بالك ممكن درجة حرارة النظام او درجة حرارة المادة داخل النظام دي عندنا مستر هتتغير قول لك اه بس هل كمية المادة اللي داخل انبوبة الاختبار دي هتتغير؟ تقول لي لا لا ليه؟ خلاص ما انا قفلت على المادة دي قفلت عليها ازاي؟ انا مجرد ما حطيت غطاء انا منعت ان فيه تبخير يحصل او منعت ان فيه سائل تاني يخش في الحالات دي هيطلق عليه نظام مغلق الله يبا بعد ما كان النظام مفتوح تحول الى نظام ايه ولاد؟ مغلق طب ايه الفرق؟ قول لك الفرق عندنا النظام المغلق بيسمح بالتبادل الحراري فقط ايه نيه؟ يبا انا عندي انواع الانظمة اما نظام مفتوح سمح بتبادل المادة والحرارة ما بين النظام والوسط المحيط او نظام مغلق سمح بالتبادل الحراري بس طيب لو سيادتك خدت انبوبة الاختبار دي اللي هي فيها 20 ملي من المية ودرجة حياتهم 25 وغطتها وحطتها داخل اناء خارجي كده مبطن بمادة عزلة ايه اللي هيحصل؟ طيب مبدئيا انا مغطي انبوبة الاختبار دي على الجميل يعني معنى كده ان كمية المية داخل انبوبة الاختبار عندنا مستر هتفضل زي ما هي 20 يعني مش هتتغير طب تمام طب حضرتك انا حاطت انبوبة الاختبار دي ومغطي حواليها او حطت حواليها مادة عزلة مادة عزلة ممكن بقى تسأل مدارس الفيزيا بتاع حضرتك على المواد العزلة اللي موجودة عندنا فيها عندنا اسبيستوس وحاجات كتيرة جدا ممكن تناقش مدارس الفيزيا فيها ان شاء الله وجود النظام موجود وحواليه المادة العزلة دي بيخلي النظام او المادة داخل النظام درجة حارتها تفضل سبتة ما تتغيرش لاطول فترة ده في الحالة دي بنسميه نظام معزول الله يبقى الانظمة قد تكون نظام مفتوح او نظام مغلق او نظام معزول هتسمع وهتشوف صورة في كتاب المدرسة حاجة اسمها المساعر الحراري وهتسمع وبرضه هتتكلم على حاجة اسمها مساعر القنبلة طب مساعر الحراري ده هو نظام معزول طب يعني نظام معزول او لك نظام معزول يعني درجة الحرارة بتاعة المادة داخل النظام المعزول مش هتتغير طب وكمية المادة داخل النظام المعزول برضو مش هتتغير اذا الانظمة تلاتة إما نظام مفتوح ده بيسمح بالتبادل الحراري وتبادل المادة ما بين النظام والوسط المحيط أو نظام مغلق وده منع انتقال المادة من النظام أو إليه ولكن سمح بالتبادل الحراري أو نظام معزول تماما وفي الحالة دي منع انتقال المادة من النظام للوسط أو العكس ومنع التبادل الحراري ما بين النظام والوسط إذن أنا عندي أنواع الأنظمة زي ما قلت الحراكة عندنا ثلاثة طب حسأل حراك إزاي؟ تونستر مبدئيا ممكن أرسم لك رسمة أي رسمة أو بدل ما أرسم لك رسمة أسألك على حاجة كده في الترميل الأوليني تونستر حراك هو الترميل الأوليني ما خلاص ما عدينا الترميل الأوليني وجبنا الدرجات بتاعته والحمد لله إن شاء الله كلنا أو معظمنا إن شاء الله بإذن الله يكون سعيد بالدرجة بتاعته بس الأهم من يكون سعيد بالدرجة بتاعته إنه هو يسعيد بالتجربة اللي خضها دي حاجة مهمة جدا أنا على قناعة محرك لازم تكون تعلمت من التجربة اللي انت خطها ممكن ارسم لك رسمة او اسألك سؤال حاجة كده مرت عليك في الترم الاولاني فاكر كرة البوكي تقول ايه كرة البوكي دي اقولك كرة البوكي دي اونيستر كانت في الباب الاولاني بتاعة تكنولوجيا النانو ايه رأيك كرة البوكي دي هل هي نظام مفتوح ولا نظام مغلق ولا نظام معزول ولا اكتر من اجابة صح طيب ركز كده مستر افتكر كدة كرة البوكي دي كانت ايه كانت ستين زرة كربون طيب كنا بنحط جوها ايه كنا بنحط فيها مادة علاجية طيب كين الهدف منها بتوجه المادة العلاجية داخل الجسم علشان نقدر نعالج اماكن معينة بعض الامراض المعينة اللي التكنولوجيا العادية صعب بتتعامل معها فكنا بنستدم عندنا كرة البوكي دي طيب اذا كرة البوكي دي عندنا ولاد وهي داخل الجسم قبل ما تفتح هي نظام معزول ليه مستر المادة العلاجية موجودة داخل كرة البوكي طيب تمام المادة العلاجية دي عندنا مستر انا عزلها انا ما بخرجهاش وبدخلش حاجة من الجسم ليها طيب يبه هي طالما لسه ما وصلتش للاماكن بتاعت العلاج فكرة البوكي دي هي نظام ايه معزول طيب مجرد ما توصل للاماكن اللي هتعالج فيها المادة او اللي هتعالج المكان اللي فيه اصابة معينة عايزين نعالجه تنصر عندنا تحولت الى نظام مفتوح تاني يبه طالما ما وصلتش للاماكن اللي فيها اصابة هي نظام معزول طيب مجرد ما توصل للاماكن اللي فيها اصابة هي نظام ايه اولاد نظام مفتوح طيب جميل جدا ايب انا في عندي اكتر من اجابة لان انا ما حددت لكش المكان طيب انا ممكن اغيرلك السؤال اقول لك كرة البوكي قبل ما تصل للاماكن اللي فيها اصابات قلت لنستر ده نظام معزول طيب مجرد ما تصل للمكان اللي فيه اصابة وهتبدأ تفرز المادة او تحط المادة العلاجية بتاعتها تبقى نظام عندنا نظام مفتوح لان خلاص انا خرجت المادة في الحالة دي عندنا مستر الوسط المحيط بتاعنا هو الجسم الله يعني الوسط المحيط دي عندنا مستر مش بتضروها تبقى حاجة ستة اقول لك احنا اتفقنا بص كده معي اولاد لو انا بقول لها رأيك انا عندي مثلا ده احد الاجهزة اللي كنا بنستخدمها عشان نقيس بيها حجم السوائل ايه اللي جوه؟ تقول اللي جوه هو سائل قد يكون حمضة او قعدة او ملح او اي سائل دي المادة موجودة جوه اللي جوه هنا عندنا مستر او الحدود دي هي حدود النظام واللي بره حدود النظام اسمها يا اولاد اسمها الوسط المحيط طيب لو انا اعتبرت لو انا اعتبرت ان كل اللي قدامك ده هو الكون طاقة الكون هي عبارة عن ايه؟ طاقة الكون هي عبارة عن محصلة طاقة النظام وطاقة الوسط المحيط يعني الطاقة الكونية او الطاقة الكلية هي طاقة النظام وطاقة الوسط المحيط طب هو حضرتك لو حدث انتقال للطاقة من النظام للوسط أو العكس إيه اللي بيحصل؟ بتحصل تغيرات لو حصل انتقال للطاقة من النظام للوسط ده معناه أن طاقة المادة اللي داخل النظام حتقل طب وطاقة الوسط المحيط حتزيد طب لو حصل انتقال من طاقة الوسط للنظام ده معناه أن طاقة الوسط حتقل وطاقة النظام إيه أولاد حتزيد تاني يعني العلاقة ما بينهم علاقة إيه؟ سمعني بقى كده يعني لو النظام فقد يبقى الوسط حيكتسب ولو النظام اكتسب يبقى الوسط المحيط حيفقد اكتسب فقد فقد اكتسب يبقى العلاقة بينهم ومعلاقة إيه أولاد؟ دولي علاقة عكسية في واحد حيكتسب والتاني إيه شباب حيفقد طاقة في حد الطاقة بتاعته هتزيد وحد التاني الطاقة بتاعته إيه؟ هتقل بس خد بالك ما ينفعش النظام يكتسب والوسط المحيط يكتسب ما ينفعش النظام يفقد والوسط المحيط يكتسب لازم عندنا يولاد في الفقد يصاحبه اكتساب بمعنى انت خدت قبل كده تعريف اسمه اكسادة واختزال كنا بنقول زمان قوي ان الاكسادة هي عبارة عن فقد الكترونات تقولي حركة مستر كنا بنقول اكتساب الكترونات طب تمام هل من الممكن ان تحصل اكسادة بس اقولك لا طب هل من الممكن ان يحصل اكتزال بس تقولي برضو لا ده عملية الاكسادة والاختزال عمليات مكملة لبعض نفس القصة حضرتك لو حصل ان الوسط اكتسب يبقى المادة داخل النظام عندنا دي حتفقد ولو حصل ان المادة داخل النظام دي اكتسبت يبقى هنا عندنا الوسط المحيط عندنا اولاد حيفقد اه يبقى فيه عندنا دايما فقد واكتساب لان دي عمليات مكملة لبعض تابعني كمان مرة يبقى انت كلمت عليها يا شباب طول حركة مستر انت كلمت على وحدات قياس الطاقة اللي هي عبارة عن ايه اللي هي عبارة عن الصعر والجول طب ايه الفرق ما بيليت نين قولك الصعر هي كمية الطاقة الحارية اللي رفع اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من المية درجة واحدة مقاوية من خمستاشر لستاشر طب ليه قررنا نشتغل على المية وهل ضروري من خمستاشر لستاشر قولك دي الشروط العيارية او الشروط القياسية لكن ممكن عندنا مستر ارفع درجة حرارة المية درجة واحدة مقاوية اهم حاجة ما وصلش لدرجة الغليان عشان انا محتاج تفضل كمية المية اللي موجودة عندنا او كتلة المية اللي موجودة عندنا سبتة اللي هي واحد جرام بالمناسبة غلاد هي واحد جرام ولا واحد ميلي طول يعني ايه هو في فرق ما بيليتنين قولك اي سأل في الدنيا كتلته مختلفة عن حجمه الا المية اي سأل في الدنيا كتلته مختلفة عن حجمه الا المية المية عندنا هي الوحيدة اللي كتلتها وحجمها حاجة واحدة يعني الواحد جرام من المية هو واحد ميلي من المية طيب ايه السبب يا ولاد اعتقد انت درست الكسافة وعارف ان الكسافة هي عبارة عن الكتلة على الحجم طيب بالنسبة لكسافة المية او لكسافة المية عندنا واحد طيب في الحلقة دي يبقى كتلة المية هي حجمها خد بالك مفيش سائل تاني كسافته واحد ممكن تبقى قريبة لكن المية فقط كسافتها واحد عشان كده حتلاقيني بقولك واحد جرام من المية احيانا بقولك واحد ميلي من المية فحالة المية فقط مش هتفرق ليه طيب الانستر حراك لان كسافة المية عندنا بواحد طيب تمام يبقى كده عندنا كما مرة يا شباب عرفت يعني ايه صعر عرفت يعني ايه جول وعرفت العلاقة ما بين الاتنين وازاي نحل مسألة واحد دي لك مثال كمان شوية كمان غير لي احنا خدناها وعرفت برضو عندنا اولاد انواع الانظمة المختلفة دي اللي هنعمل فيها التفاعلات الحارية لان اصلا البداية بتاعة حراك او الباب الرابع عامة بيتكلم على التغيرات الحارية المصاحبة للتفاعلات الكيمية او الكيمية الحارية عامة عرفت عندنا ان الانظمة فيه نظام مفتوح وفيه نظام مغلق وفيه نظام معزول وسمعت عن حاجة اسمها الوسط وحاجة اسمها النظام الوسط المحيط والنظام وعرفت ان طاقة الكون هي عبارة عن محصلة طاقة النظام وطاقة الوسط المحيط لو حدث فقد في طاقة النظام لازم الوسط يكتسب والعكس هل من الممكن هما الاتنين يكتسبوا او هما الاتنين يفقدوا او لك مستحيل ايه الدليل؟ تقول الدليل عندنا مستر ببساطة شديدة جدا انت عرفت لنا يعني ايه اجساد يعني اختزال عمليات الاكساد والاختزال عمليات متممة البعض إذن لازم يكون في عند حدودك فقد اللي هو بنسميه أجسادة مثلا في التفاعلات الكيميائية واكتساب اللي هي بنسميه اختزال برضو في التفاعلات الكيميائية طب بي بيصر أنا كده عرفت هعمل التفاعل هختار النظام المناسب للتفاعل إما نظام مفتوح أو نظام مغلق أو نظام معزول كما في المساعدة الحراري وهنجيب لحدك صورته كده أو شكله بصورة تفصيلية في المرة الجاية إن شاء الله طيب في شوية مصطلحات لازم حراريك برضو تبقى عرفها من ضمن المصطلحات اللي أنت مهم جدا تبقى عرفها حاجة اسمها الحرارة النوعية يعني إيه؟ قولك ببساطة شديدة جدا لو لو أنا أخذت واحد جرام من مواد مختلفة مثلا هاخد واحد جرام من الحديد هاخد واحد جرام من النيكل هاخد واحد جرام من النحاس طيب وابتدي أدي طاقة من نفس المصدر يعني هدي نفس كمية الطاقة وكانت درجة الحرارة الابتدائية بتاعة الحديد والنيكل والنحاس مثلا كانت نفس درجة الحرارة هي خمسة وعشرين درجة مقوية تاني يبني عندي واحد جرام من الحديد وعندي واحد جرام من النيكل وعندي واحد جرام من النحاس وكانت درجة الحرارة الابتدائية بتاعتهم كلهم واحدة هبتدي أديهم نفس كمية الطاقة الحارية هل تتوقع إن بعد مرور مثلا خمس دقائق من تعرضهم لنفس مصدر الطاقة هل تتوقع إن درجة الحرارة النهائية بتاعة الحديد هتبقى زي درجة الحرارة النهائية بتاعة النيكل زي درجة الحرارة النهائية بتاعة النحاس تقول يعني إيه قولك يعني هم كلهم بدئين من خمسة وعشرين وهم كلهم كتلتهم واحدة لواحد جرام وهم كلهم اتعرضوا لنفس مصدر الطاقة اللي حارية بتاعتنا اللي هي لهب أو أي أن كان المصدر اللي أنت هتستخدمه وهسيبهم نفس الفترة الزمنية هل تفتكر في نهاية التجربة تطلع درجة حرارة الحديد والنيكل والنحاس هي أكيد طبعا هتطلع أعلى من خمسة وعشرين بس هاليا ترى كلها هتطلع واحدة طب مصدر إيه اللي هيمنعهم منت واخد نفس الكتلة واخد عندنا وكنت بدأت بنفس درجة الحرارة وكنت مديهم نفس الطاقة الحرارية وسبتهم نفس الفترة الزمنية أقول لك لا فيه معامل تاني إيه المعامل التاني وده معامل لازم نكون على قناعة به يعني إيه طب لي حركة مصدر المعامل اللي أنا على قناعة به قلت لحضوطك أنت اتعرضت الامتحان معلش أنا دايما نفكرك بالامتحان بتعتلم الأولاني بس مهم جدا تعرف الكلام ده أهم من الشرح أصلا كلنا تعرضنا لنفس الامتحان مثلا بس مش كلنا قناعتنا به واحدة لأن إحنا مختلفين يعني مش كلنا هنقدر نوصل لنفس الدرجة بمن إحنا مختلفين رغم أنه هو امتحان واحد لكن إحنا مختلفين في قدراتنا فلازم رد فعلينا عنه هيبقى مختلف وده شيء طبيعي طبيعي جدا طالما الامتحان بيقيس قدرات فلازم رد فعلينا عليه هيبقى مختلف طب مستر أنا عايز أقلل القدرات أقول لك يبقى تزود طريقة تدريبك بالصورة الممنهجة في الطريقة في الاتجاه السليم إذا أنت عملت ده حتقلل فرول قدرات ولكن برضو هتفضل في حتة عند بعض الناس عندهم قدرات أعلى من البعض فهنا مش بالضرورة تطلع نفس الدرجات واحدة ده شيء طبيعي كلنا مختلفين طالما كلنا مختلفين بقدرات مختلفة يبقى فيه ناس عندهم إمكانيات أعلى وفيه ناس عندهم إمكانيات أقل شوية كل حركة تعمله أن تدريبك حيساهم في تطوير قدراتك إذا أنت هتميت أكتر بالتدريب وبالفهم إن شاء الله تبنرجع للمثال بتاعنا أولاد لو أنا أخذ واحد جرام من الحديد واحد جرام من النيكل واحد جرام من النحاس وكانت درجة الحرارة الابتدائية بتاعتهم 25 درجة مقوية وعرضتهم لنفس مصدر الطاقة نفس الفترة الزمانية تونستر بانتا شرحت لنا قصة القدرات دي هنا إمكانيات الحديد والنيكل والنحاس مختلفة طيب إمكانياتهم مختلفة في إيه؟ في مقاومتهم لتغير درجة الحرارة طب يعني إيه؟ أقول لك فيه عنصر ما بيقدرش يقوم تغير درجة الحرارة بمعدل كبير وفيه عنصر عنده مقاومة لتغيير درجة الحرارة بمعدل كبير مقاومة التغير في درجة الحرارة دي عندنا أولاد اسمها الحرارة النوعية إيه بقى الحرارة النوعية دي؟ أقول لك الحرارة النوعية ده دي العامل المؤثر اللي بتخلي فيه عنصر سهل جدا ترتفع درجة الحرارة بتاعته وفيه عنصر تاني صعب ترتفع درجة الحرارة بتاعته الله يبقى انا متأكد ان انا ما بعرض نفس الكتلة من الحديد والنيكل والنحاس لنفس مصدر الطاقة نفس الفترة الزمنية اتوقع ان مش كلهم درجة الحراراتهم من هي تبقى واحدة لانهم مختلفين في معامل في قدرة خاصة بكل عنصر القدرة الخاصة دي اسمها يا ولاد الحرارة النوعية طب معلش يبقى مستر ايه بقى هي الحرارة النوعية قال لك الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من العنصر درجة واحدة مقوية طب فكرني كده وده زي تعريف ايه ده زي تعريف السعر اه بس اخد بالك تعريف السعر احنا اختصينا السعر بالمية طب يا مستر حرارة وانت بتتكلم على الحرارة النوعية هنا بتتكلم على واحد جرام من اي مادة واحد جرام من اي اولاد من اي مادة طب ركز كده لو سمحت لو انا هقول لحراك ايه؟ لو انا هقول لحراك انا عندي مادتين مختلفتين مش بالضرورة عندنا ناخد حديد ونيكل خلينا نقول اكس وواي حدي لستيبتك عندنا الحرارة النوعية عندنا لل اكس والواي حدي لك الحرارة النوعية بتاعت الاثنين وطبعا انا اخذ من الاثنين نفس الكتلة اللي اواحد جرام هقول لك الحرارة النوعية بتاعت اكس اكتر من الحرارة النوعية بتاعت واي انا افترضت اما هقول لك معلومة او هدي لك عندنا رقم وقول لك الحرارة نوعية بتاعة اكس اكتر من حرارة نوعية بتاعة واي كانت درجة الحرارة الابتداية بتاعة اكس 20 درجة مقوية ودرجة الحرارة الابتداية بتاعة واي كانت برضو 20 درجة مقوية يترى لما عرض لاثنين دول لنفس مصدر الطاقة لمدة 5 دقائق مين في نهاية الوقت حتيبقى درجة حرارته أعلى تونستر مادئيا انت هراج بتقول لنا الحرارة النوعية بتاعة X أعلى من الحرارة النوعية بتاعة Y طب دا يعني إيه قولك دا معنى إيه إن X عندها مقاومة لتغيير درجة حرارتها صعب تغير درجة حرارتها كل ما درجة الحرارة النوعية بتاعة عنصر تزيد كل ما كان العنصر دا بيحاول يحافظ على حالته يعني بيقاوم تغيير حالته وكل ما كانت الحرارة النوعية قليلة كل ما كان العنصر دا مقاومته لتغيير حالته الحرارية سهلة يعني الحرارة النوعية بتاعة X دي عالية يبدا صعب نغير درجة حرارته طب الحرارة النوعية بتاعة Y أقل يبدا سهل نغير درجة حرارته يبدا في نهاية التجربة أتوقع أن درجة حرارة Y أعلى من درجة حرارة X كمان مرة ممكن أغير لك السؤال حاولها كان عندي حديد ونحاس والآخر ودي لك قيمة الحرارة النوعية طبعا لما تقارم ما بين القيمتين في تشابه تقول نستر والله ممكن يكون في تقارب لكن في تطابق ده ما فيش ما فيش عنصرين ليهم نفس قيمة الحرارة النوعية العنصر اللي عنده حرارة نوعية أعلى ده صعب ترفع درجة حرارته أو صعب تخفض درجة حرارته والعنصر اللي عنده حرارة نوعية أقل ده التحكم في درجة حرارته عندنا بيكون أسهل أو متاح بدرجة أسهل طب يبقى يا مستر لو اديتك أرقام هتقدر تحدد لو اديتك عندنا علاقة زي كده قلت لك إن إكس عنده حرارة نوعية أكتر من وي أو العكس هتقدر حرارك تحدد وكلما كان العنصر يمتلك حرارة نوعية أعلى يبقى ده تغيير حالته الحارية صعب وكلمة هنا تغيير حالته الحارية يعني إما أرفع درجة حرارته أو أقل درجة حرارته دي بتبقى عملية صعبة شوية ولكن العناصر اللي عندها حرارة نوعية أقل ده التحكم في الحالة الحارية بتاعتها عندنا مستر بيكون أسهل بكتير عشان كده وأنا بتكلم عن المية قلت لك المية من السوائل اللي عندها حرارة نوعية عالية جدا طب يا مستر حدوتك وعشان كده جسمنا أو أجسامنا بتقاوم التغارات الحارية مش بسهولة ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان ومش بسهولة تنخفت درجة حرارته ده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى والحرارة النوعية للمية العالية طيب أنا عندي دي ده مصطلح مهم طبعا هنكمل على المصطلح ده وفي عندنا علاقة رياضية بتربط الطاقة بالحرارة النوعية والعلاقة رياضية دي فمنتهى الأمية أنا هكتبها لك دلوقتي وهنناقش عليها مسائل بإذن إن شاء الله إذا كان في نصيب المرة الجاية العلاقة دي بتقولك إيه إن الطاقة اللي هي الكيو هي عبارة عن الكتلة في الحرارة النوعية في فرق درجات الحرارة بنسميها دلتا تي طيب الكيو دي عندنا بالجول والأم دي عندنا بالجرام ودرجة الحرارة عندنا بي دي جري سيليزيس هنناقش بقية العلاقة دي بإذن الله إن شاء الله كده في الحلقة اللي جاية كل الرجاء إن يكون حضرتك اللي انت خدته النهاردة إن شاء الله ده يساعدك قدر الإمكان برضو أنا دايما بقول حراك لو سمحت خد الموضوع بجدية يعني إنت بادئ ترم جديد خلاص ننسى اللي حصل في الترم اللي فات لكن أرجوك خد الموضوع بجدية عشان تستفيد أقصى استفادة كل الرجاء إن يكون حركة استفادة النهاردة على وعد بلقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم